بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيميا 2-2 معكم معلمتكم العنود الاعتباء أن نرحب بأستاذة لغة الإشارة نسترين النصار بإذن الله اليوم سنكمل حرارة التكوين القياسية نحن في الباب الثاني وصلنا إلى الدرس الرابع حساب التغير في المحتوى الحراري تعلمنا قانون هس وطبقنا عليه مسائل تدريبية اليوم بإذن الله حرارة التكوين القياسية وكذلك مصدر حرارة التكوين أهدافنا طبقنا قانون هس لحساب التغير في المحتوى الحراري لتفاعل الماء اليوم بإذن الله توضيح المقصود بحرارة التكوين القياسية وحساب التغير في المحتوى الحراري لتفاعل مستعمل المعادلات الكيميائية الحرارية في حصة قادمة ستكون حساب المتغير باستعمال بيانات حرارة التكوين القياسية قلنا التآصل هي ظاهرة وجود عنصر أو أكثر موجود في موجود في عدة أشكال في خصائصها الحال الفيزيائية لها ستكون واحدة مثلا هنا في الألماس صلب والغرافيت صلب هنا حالة الفيزيائية واحدة ولكن أعطتني النوعين من تركيب المادة مفرداتنا الجديدة اليوم ستكون حرارة التكوين القياسية فما المقصود بحرارة التكوين القياسية طبعا قانون هس يمكنك من حساب التغير في المحتوى الحراري للدلتا وذلك بالاعتماد على تفاعلات تم حساب الدلتا اتش لها في المختبر وحتى نظريا لكن عملية حساب وتسجيل قيم الدلتا اتش لكافة التفاعلات الكيميائية المعروفة مهمة صعبة وضخمة أيضا يسجل العلماء ويستعملون التغير في المحتوى الحراري لنوع واحد فقط من التفاعلات بالنسبة لماذا نوع واحد من التفاعلات أو ما هو هذا التفاعل؟ هذا التفاعل الذي يكون عند ظروف قياسية وعناصره أساسا تكون عند ظروف قياسية إذن هو التفاعل الذي يتكون فيه المركب من عناصر في حالته القياسية شرحنا سابق ما المقصود بالحالة القياسية الحالة القياسية تكون عند ضغط جوي واحد أتموسفير والدرجة حرارة 25 درجة سيلولوزية طبعا 25 درجة سيلولوزية تساوي 298 عندما أقوم بجمع 25 زائد 273 سيعطيني 298 كالبن إذن هي تعادلها 25 درجة سيلولوزية أو تسمى مئوية تعادل 298 كالبن لذلك الحديد الصلب يكون في حالة قياسية الزئب أقسال يكون في حالة قياسية السجين غاز يكون في حالة قياسية إذن هنا غاز هنا أيضا في الحالة القياسية الحالة القياسية ستكون لها درجة حرارة التكوين هي 0.0 إذن ما هي حرارة التكوين القياسية؟ وهي دلتا إتش نوت F قم بجمع الدلتا إتش التي خذناها سابقا وأكتب كل واحدة ماذا تعني حتى تصل إلى حرارة التكوين القياسية حتى لا يكون هناك لبس عليك حرارة التكوين القياسية ستكون هنا النوت إذن نستعمل للدلتا إتش لهذا التفاعل الحراري أو حرارة التكوين القياسية للمركب أو نسميه كذلك حرارة التكوين القياسية للمركب فما تعريفه؟ يعرف بأنه تغير لما أنه لدينا دلتا فهو تغير لدينا إتش هو تغير في المحتوى الحراري الذي يرافق تكوين واحد مول من المركب لدينا نوت إذن ظروف قياسية من عناصره في حالتها أيضا القياسية إذن اربط الرمز بالتعريف قلنا أن الدلتا هي تغير الإتش هي المحتوى الحراري الذي يرافق تكوين واحد مول من المركب لدينا نوت معناها ظروف قياسية للعناصر في الحالة القياسية يعد مثال تكون ثالث أكسيد الكبريت لدينا مثال على تفاعل حرارة تكوين قياسية هذا هو التفاعل بعدما قمنا إذن تتذكرون قمنا بالقسمة على اثنين إذن واحد مول من الكبريت مع ثلاثة على اثنين من الأكسجين أعطاني واحد مول من ثالث أكسيد الكبريت والقيمة النهائية من الدلتا أتش نوت إف سالب 396 لاحظ أنه نفس الرقم ولكن غيرت الدلتا أتش من دلتا أتش إلى دلتا أتش نوت إف وهي حرارة التكوين القياسية له إذن ماذا ينتج عن هذا التفاعل؟ ينتج عن هذا التفاعل ثالث أكسيد الكبريت ما هو الثالث أكسيد الكبريت؟ هو غاز خانق يتسبب في إنتاج المطر الحمضي عندما يختلط بالرطوبة الموجودة في الجو ما هو المطر الحمضي؟ المطر الحمضي هو عبارة عن تكوين ما بين قطرات المطر والمواد التي تخرج من المصانع المواد الحمضية فتؤثر على النباتات وعلى الغطاء النباتي إذن يتحد ثالث أكسيد الكبريت مع الماء في الجو مكونا أحماض خطيرة جدا من ضمنها حمض الكبريتيك وهو حمض قوي يصل إلى الأرض على شكل مطر حمضي يدمر الأشجار والممتلكات ببطء أساسا حمض الكبريتيك عندما يأتي على الجلد يسبب حروق فما بالك بالأشجار فأكيد أنه سيؤثر عليها وعلى أيضا الممتلكات يقصد فيها بعض المنازل مثلا الخشبية ممكن أن يؤثر عليها ويسبب احتراق لها ننتقل الآن إلى ما مصدر حرارة التكوين ما مصدر حرارة التكوين حرارة التكوين القياسية تعتمد على الفرضية التالية تكون العناصر في الحالة القياسية لها وأيضا يكون الدلتا إتش إف نوت مساويا لصفر فاصل صفر كيلو جول لكل مول نحن قلنا في التعريف للمول الواحد إذن ستكون الوحدة هنا أيضا يوجد لدينا فيها مول إذن العناصر في حالتها القياسية يكون حرارة التكوين القياسية لها صفر فاصل صفر والوحدة لها كيلو جول على المول يمكن أن ننظم التدريج لقيم حرارة التكوين للمركبات إذا أخذنا الصفر كنقطة بداية نحن قلنا أن القيمة هي صفر إذن هناك قيم فوق الصفر وهناك قيم تحت الصفر هذا الصفر يشبه الصفر المئوي يشبه الصفر المئوي الذي حدد أساسا لدرجة تجمد الماء إذن هذا التدريج سيكون مشابه للتدريج لأرقام في الرياضيات كيف سنقوم بإيجاد حرارة التكوين بالتجارب المختبرية طبعا قلنا أنها لمول واحد إذن تم قياس حرارة التكوين لمول واحد من مثلا لدينا هنا السؤال أو المثال ثاني أكسيد النيتروجين في المختبر لاحظ ثاني أكسيد النيتروجين في المختبر مول واحد منه عندما أقوم بتكوين مول واحد من ثاني أكسيد النيتروجين احتجت نصف مول من النيتروجين الغاز واحتجت واحد مول من الأكسجين الغاز حتى أكون واحد مول من ثاني أكسيد النيتروجين القيمة للدلتا اتش أو الحرارة التكوين القياسية هي موجب 33.2 كيلوجول طبعا هنا النيتروجين غازية نحن قلنا الحالة القياسية الغازية تكون القيمة لها صفر إذن النيتروجين والأكسجين في حالة الغازية غازان ثنائيين ثنائياء الذرة لذا ستكون حرارة التكوين القياسية لها صفر إذن كأن الموجب 33 هي أساسا خاصة فقط في النواتج هنا ستكون حرارة التكوين لها صفر وحرارة التكوين هنا ستكون لها صفر إذن عدد ما هي الغازات الثنائية غير الأكسجين والنيتروجين هل فقط الأكسجين والنيتروجين؟ لدينا عدة أنواع من أو عدة غازات تنائية أخرى غير الأكسجين والنيتروجين جميعها لها حرارة التكوين القياسي ستكون صفر ماذا تبين هذه المعادلة؟ ركز وانظر ماذا تبين هذه المعادلة نصف مول من النيتروجين مع الأكسجين واحد مول عطاني واحد مول من ثاني أكسيد النيتروجين إذن ستبين المعادلة أن عند تفاعل النيتروجين مع الأكسجين لتكوين واحد مول من ثاني أكسيد النيتروجين وجد عمليا أن الدلتا إتش لها تساوي موجب 33.2 أيضا أن 33.2 كيلوجول من الطاقة هذه امتصت الإشارة موجبة في هذا التفاعل الماصل الحرارة إذن هنا تفاعل الماصل الحرارة وامتصت في هذا التفاعل أيضا بينا تلاحظ هنا معادلة واحدة لدينا ثلاث ملاحظات أيضا بينات أن المحتوى الحراري للناتج الـ N2O هي موجب 33 أعلى من المحتوى الحراري للمتفاعلات لأنها كانت صفر إذن أعلى من المحتوى الحراري للمتفاعلات بمقدار موجب 33.2 لماذا؟ هنا غاز إذن أحرار التكوين لها الصفر بالتالي ستكون النواتج لها أعلى من المتفاعلات إذن المحتوى الحراري للناتج أعلى من المحتوى الحراري للمتفاعلات كم المقدار؟ حسب القيمة المعطاة لدي وهي موجب 33.2 انظر الآن بهذا الشكل 14.2 الدلتا إتش للنوت أو الحراري تكون قياسية للعناصر الكبريت والأكسوجين والنيتروجين لاحظ هنا نلاحظ أنها بالمنتصف لها القيمة الصفر عندما يتفاعل النيتروجين مع الأكسوجين لتكوين مول واحد من النيتروجين لاحظ القيمة ارتفعت السهم إلى أعلى حتى ينتج طبعا تفاعل ما بين النيتروجين والأكسوجين حتى ينتج ثاني أكسيد النيتروجين انتص 33.2 كيلوجول من الطاقة انظر للتفاعل الثاني ما بين الأكسوجين والكبريت الأكسوجين والكبريت قيمتهم أصلا صفر أيضا هنا تفاعل الكبريت مع الأكسوجين لتكوين مول واحد من ثالث أكسيد الكبريت هنا سيطلق لاحظ الإشارة سيطلق 396 كيلوجول من الطاقة لذا الدلتا إتش نوت أو حرار التكوين القياسية لثالث أكسيد الكبريت ستساوي لاحظ قلنا نحن التدريج بالقيم فنضع الصفر في المنتصف أعلى منه كم القيمة 33 لأنها بالإشارة الموجبة أنزل من الصفر ستكون سالب 396 فهي ستكون تحت الصفر لذلك هنا أطلق حرارة طاقة مقدارها سالب 396 كيلوجول لاحظ هذا التدريج وضع على تدريج حرارة التكوين القياسية الثاني أكسيد النيتروجين فوق العناصر لاحظ فوق العناصر لماذا فوق العناصر لماذا وضع الأعلى لأن قيمته موجب 33 بالنسبة لثالث أكسيد الكبريت ثالث أكسيد الكبريت وضع تحت الصفر وضع تحت الصفر لماذا؟ لأن القيمة هنا سالب 396 وهنا وضعنا تدريج للقيم حسب القيم التي خرجت لي فيه المختبر الآن السؤال على هذا الشكل توقع صف الموقع التقريبي للماء حسب التفاعل المعطالك لاحظ القيمة الحرارة تكوين القياسية للماء سالب 286 كيلو جول ما هي عناصر مكونة للماء؟ الأكسوجين وأيضا الهيدروجين والهيدروجين أيضا حرارة تكوين له ستكون صفر لاحظ القيمة سالب إذن أعلى الصفر أم تحت الصفر تحت الصفر أحسنتم ستكون القيمة تحت الصفر سالب 288 و60 إذن ستوضع في المنطقة ما بين الصفر ما بين سالب 396 إذن يوضع تحت الصفر لديك هذا الجدول 5-2 في الكتاب المدرسي تأمل قليلا ما هي المواد ما هي معادلة التكوين ما هي دلتأتشا والتغيير حرارة تكوين القياسية لاحظ المركب كبريتي دي الهيدروجين تكون من الهيدروجين والكبريت أعطاني كبريتي دي الهيدروجين القيمة له سالب 21 هنا فلوريد الهيدروجين أيضا أعطاني 273 تحت الصفر هنا ثالث كبريت أعطاني سالب 396 سداسي فلوريد الكبريت أعطاني سالب 1220 تستطيع أن تكوين تدريج وتضع في هذه الأرقام ومن سيكون أعلى من 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 سيكون تحت الصفر أو فوق الصفر تقويم فيما يليكتب كلمة صواب عن يمين الجملة الصحيحة إذا كانت غير صحيحة استبدلها التي بين الأقواس لتجعلها صحيحة تعرف حرارة التكوين القياسية بأنها التغير في المحتوى الحراري الذي يرافق تكوين جرام واحد هل تطرقنا للجرامات أساساً في الدرس؟ لا إذن الجواب مول واحد إذن من المركب الظروف القياسية من عناصره في الحالة القياسية إذن هنا الجواب خاطئ تعد الصلابة الحالة القياسية للحديد نعم لأنه صلب تعد الحالة الغازية للحالة القياسية للغاز النقي عند ضغط جوي واحد مقداره واحد ضغط جوي طبعاً صحيح يستخدم الرمز لتمثيل حرارة التكوين القياسية للمركب نعم صحيح فقرة 6 الحالة القياسية لمادة ماء هي الحالة الطبيعية للمادة عند درجة حرارة مقدارها صفر كالفن وضغط جوي مقداره واحد أتموسفير طبعاً هنا الصفر خاطئ لأن الكالفن حزبنا 298 أو اللي هو 25 درجة سيلولوزية حرارة التكوين القياسية لعنصر حر عند حالته القياسية تساوي 0.0 كيلو جول لاحظ لعنصر حر عند صفر طبعاً صحيح عند تكون قيمة حرارة التكوين القياسية ذات إشارة سالبة يعني ذلك أن الطاقة أمتصت في أثناء التفاعل هل الامتصاص هو إشارة سالبة الجواب خاطئ إشارة موجب تعدل حالة الغازية الحالة القياسية للأكسوجين نعم صحيح توفر حرارة التكوين القياسية بيانات تستخدم في حساب المحتويات الحرارية للتفاعلات عند الظروف القياسية باستعمال قانون هس أيضاً هنا صحيح تعدل صلابة الحالة القياسية للزئبق لدينا عنصران في الجدول الدوري سائلان فما هما الزئبق وأيضاً البروم الزئبق في الفلزات والبروم في اللافلزات إذن الجواب خاطئ لأنه سائل فهو ليس صلب إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا حرارة التكوين القياسية وأيضاً ما مصدر حرارة التكوين لديك هذا النشاط المنزلي لديك جدول ولديك أسئلة على هذا الجدول معادلات التكوين لعدة مركبات ولدينا أيضاً قيم السؤال الأول ما الذي تبينه معادلة التكوين؟ ما الذي تبينه معادلة التكوين؟ وما الذي تشير إليه الإشارة السالبة لقيمة حرارة التكوين القياسية؟ ثم تستعملها لحل هذه المعادلة فستقوم بهذا النشاط المنزلي في المنزل إلى هنا الطلابين نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكراً لكم بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم